لم يكتفي النظام التركي بالتعدي على الثروات الباطنية في مياه متنازعا عليها في البحر المتوسط بل دعا صراحة إلى تقسيم جزيرة قبرص بعد زيارة استفزازية أجرها رجب أردوغان إلى منطقة فاروشا الأمر الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي تهديدا لآفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص انتهاكات النظام التركي المتكررة في المنطقة أثارت تنديدا منقطع النظير في أوروبا التي من المقرر أن يعرض على برلمانها الخميس مشروع قرار يدعو القمة الأوروبية القادمة المقرر انعيقادها في ديسمبر كانون الأول مقبل لاتخاذ عقوبات ضد النظام التركي في أسرع وقت ممكن بهدف رضعه من محاولات فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية المشروع يأتي بعد أن أدان البرلمان الأوروبي إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا في جزيرة قبرص بدعم مباشر من أردوغان محذرا من خلق واقع جديد يمكن أن ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص بتعميق الهوى بين الشعب وتعزيز تقسيم الجزيرة النواب الأوروبيون ادعوا البرلمان أيضا إلى إجبار النظام التركي على سحب قواته من جزيرة قبرص وإعادة فاروشا إلى سكانها الأصليين الذين هجروها إثر الغزو التركي عام 1974 ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة ويطالب البرلمان الأوروبي بالحفاظ على موقف أوروبي موحد ضد تصرفات نظام التركي الأحادية وغير الشرعية في المنطقة هذا ويعمل الالتحاد الأوروبي الذي تشكل قبرص جزءا منه إلى استئناف مفاوضات توحيد جزيرة قبرص برعاية الأمم المتحدة من حيث توقفت عام 2017